بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة مثال 4 على انحرافات الأجور إذا علمت أن احتياجات وحدة الانتاج معياريا من الساعات العمل المباشر قد بلغت 4.5 ساعة بمعدل أجر معياري للساعة 2 ريال وفي نهاية العام تبين أن عدد الوحدات التي انتجت بالفعل 5000 وحدة وأن تكلفة الأجور المباشرة الفعلية 50 ألف ريال ومعدل أجر الفعل للساعة 2.5 المطلوب حساب الانحراف الإجمال وتحليل السناوية وسلاسة زي ما تعودنا في النوعية ديم التمارين نجيب ملخص البيانات البيانات الفعلية والبيانات المهارية هنجيب الساعات الفعلية غير معطى زي مثال 3 في مثال 3 هنا الساعات الفعلية مكادش معطى بس لو أسمت التكلفة الفعلية على معدل أجر الفعل يديني الساعات الفعلية 50 ألف على 2 ونص 20 ألف ساعة ومعدل أجر الفائلي ده كان معطى ب2 ونص طب الساعات المعارية بتيجي منين ساعات معيارة اللوحدة في الإنتاج الفائلي ب4 ونص في 5 ألف 22 ألف وخمسمية ومعدل أجر معياري كان معطى ب2 هم دول الأربع أرقام اللي أنا بدور عليهم الساعات الفائلية والساعات المعيارية ومعدل أجر فائلي ومعدل أجر معياري الأربع أرقام عندي نطبق تطبيق مباشر التحليل الثناي قد الإنحراف الإجمالي نقص التكلفة المعاري للأجور ونعوض ساعات فائلية في معدل أجر فائلي نقص ساعات معيارية في معدل أجر معياري بتعويض الأرقام طلع 5000 موجب في غير صالح المنشأة ويحلل هذا الإنحراف الثناي إلى إنحراف كفاءة اللي هو معدل أجر معياري افتح قوس ساعات فائلية ونقص ساعات معيارية معوض يطلع 5000 بالسالب يعني في صالح المنشأة اتنين إنحراف معدل أجر الساعات فائلية في تحقوس معدل أجر فائلي نقص معدل أجر معياري بالتعويض تعويض مباشر يطلع 10 000 موجب موجب يعني في غير صالح نتأكد حالينا صحة والغلط لو جمعنا الاثنين مع بعض لازم يديك الإنحراف الإجمالي ولا يبقى الحل غلط نتأكد كده إجمع كده مع بعض عندي 5000 بالسالب و 10 000 بالموجب الإشارات مختلفة يبقى أطرح وأخذ إشارة كبيرة الفائل ما بيننا 10 000 وال5000 الفائل هنا 5000 تحطم بالموجب ولا بالسالب بالموجب لأن الموجب هو الأكبر يبدو لغيه موجب هو نفس الإنحراف الإجمالي التحليل السلاسي عندي برضو إنحراف الإجمال ما بيتغيرش كما هو ويطلع ال5000 بالموجب وحلل سلاسي أدو واحد إنحراف كفاءة بنحط القانون عوض خمس سلاب بالسالب اتنين إنحراف معدل أجر صافي هنا بيختلف بقى في التعويض عن السنائي في السنائي كنا بناخد ساعات فعلية هنا بناخد ساعات إهيه معيارية فالتعويض هيختلف هيبى 11250 موجب تالث حاجة إنحراف مختلط أو مشترك طلع 1200 بعد ما عوضنا فرق الساعات في فرق معدلات الأجر طلع 1200 نتأكد الحل صح والغلط نجمع مفروض مجموعة 3 إنحرافات يديني الإنحراف الإجمالي نتأكد كده عندي 5000 سالب 11250 موجب و1250 سالب يبقى نجمع السوالب مع بعض 5000 سالب مع 1250 سالب والمجمول نتروحهم من 11250 بالموجب نيه شرط كبير موجب هيطلع 5000 موجب اللي هو نفس الإنحراف الإجمالي ترجمة نانسي قنقر